السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رحيم نتناول دعاء على شكل ذكر حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول ونردد في الصباح وفي المساء وأيضا بعد الأذان هذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا الدعاء كنز عظيم وفرصة عظيمة من الله عز وجل وخلونا نسمع ما الذي ينتظرنا عندما نردد هذا الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ما تقدم من ذنبه تخيل بهذه البساطة والسهولة بعدما ينتهي المؤذن أقول هذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا تخيلوا لما نقول هذا فإنه يجزل لك العطاء سبحانه وتعالى ويعطيك الكرم بأكثر مما كنت تظن قولها واكسب المغفرة ومغفرة ما تقدم من ذنوبك ولا يتوقف الأجر عند هذا الحد وليس فقط هذا هو الجزاء إنما ورد في حديث آخر صححه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة من قالها وجبت له الجنة يعني وجب له دخول الجنة إذا لم يذهب لها الجنة هي تطلبه فهذا الدعاء ثوابه عظيم أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وأيضا بهذا الدعاء تجب لك الجنة وخلونا في هذه الحلقة نعيش مع هذا الدعاء وكما بتلاحظوا معي هذا الدعاء ثلاثة أقسام وثلاث فقرات أول فقرة هي رضيت بالله ربا ومعنى كلمة الرب هو المدبر والمسير للأمور المتصرف في كل شيء وبيده كل شيء يعني لما أقول الله عز وجل ربي يعني أسلم أمور كلها أنا كمسلم لا يليك أن أقول رضيت بالله ربا وبداخلي لا أقول ذلك أشكو الله عز وجل للناس والعياذ بالله مثلا تجد الواحد بالذمر بقول ما بعرف ليش ربنا عز وجل بعمل فيه هيك ليش أنا يا رب هو فيش حد غيري هذا سوء أدب مع الله عز وجل وفيه إعلان عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى والعدم الرضا عن قضائه وقدره إذن حتى أحصل على ثواب هذا الدعاء العظيم علي أن أرضى بقضاء الله حتى لو بنظر القاصر أرى أن الأمور بغير ذلك فالإنسان عليه أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى فهو لا يعرف أين يكمن الخير وما الذي ينفعه في الحقيقة وما الذي يضره فمثلا نجد أحدهم يريد أن يرزقه الله عز وجل الذكور ولكن الله عز وجل يرزقه الإناث فهل يتذمر ويشتكي من الله سبحانه وتعالى ومن قدره عليه أن يرضى بقدر الله فالله وحده يعلم إن كان الذكور أنفع له أم الإناث وذلك مثل أم مريم امرأة عمران كانت تطلب من الله عز وجل أن يرزقها طفل ذكر لكن لما وضعتها أنثى ماذا قالت؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى تخيلوا لو أن الله عز وجل أعطاها ما طلبت وأرادت وأنجبت ذكرا احتمال أن يكون هذا الذكر كباق الذكور لكن الأنثى التي أنجبتها امرأة فرعون لم تكن كباق الإناث بل ليست كباق الأطفال فالله عز وجل اختار لها أن تكون أنثى وأي أنثى؟ إنها مريم عليها السلام صاحبة المعجزة الفريدة أم عيسى عليه الصلاة والسلام كثير منها ممكن يكون بيتمنى أن يتزوج فتاة معينة وبموت عليها وبحس أن السعادة معهاي وفقط معهاي لكن ما بحدث النصيب وبتزوج غيرها وهي بتتزوج غيره بفكر الموضوع نهاية الكون لكن بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى برزك أحسن منها وبصير عنده قناعة إنه لو أخذ اللي بده إياها كان ممكن تكون سبب في شقاء وتعاسته فما قدر الله عز وجل كان فيه الخير خذ مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما استشهد أو استشهد زوج ابنته حفصة بدأ سيدنا عمر بالبحث لها عن زوج وخاصة من أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى سيدنا عثمان وعرض ابنته عليه لأزوجها فاعتذر منه ثم ذهب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يقبل سيدنا أبو بكر الصديق هذا الطلب رأيكم كيف ممكن أن يكون شعور سيدنا عمر هون بكون الامتحان هل يرضى عمر بقضاء الله عز وجل أم لا بجوز قلبه يضايق وهذا الموقف أثر فيه وأثر فيه موقف سيدنا عثمان وأكثر منه كان موقف سيدنا أبو بكر الصديق لكن عندما كشف الغيب وظهر تدبير الله عز وجل وتقديره اختلف الموضوع فما هي إلا أيام قلائل فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب حفصة ويتزوجها وصارت هي أم للمسلمين ففي هذه اللحظة لابد أن عم سيدنا عمر رضي الله عنه قال الحمد لله إن أبو بكر ما وافق الحمد لله إن عثمان ما وافق لقد علم حينها أن الله عز وجل يريد ما كان يريد له إلا الخير ومن هون كن دائما على ثقة إذا أنت بدك تطمح لشيء وترغب في هذا الشيء والله عز وجل لم يعطيك إياه فاعلم أن الخير فيما أراد الله وقدر وأنه أفضل لك أكيد كل واحد فينا يتمنى أمني في حياته إنه يسافر على بلد أو يتزوج من فلان أو هي تتزوج من فلان أو هو يتزوج من فلاني أو هو يشتري إشي شيء معين هذه الأمني ما تحقق للآن وهو مش قادر يفهم ليش لازم أسلم أمره لله سبحانه وتعالى وما يعترض على ربنا ويرضى بما قسم له فحتى لو لم يعلم ذلك في الدنيا أكيد يوم القيامة رايحين نعرف وندوب خجل من الله سبحانه وتعالى لما نتعرف على حكمته ولطفه فينا قصة كتبت بالصحف شخص أراد السفر للحصول على وظيفة أو صفقة تجارية إمه نسيت تصحي الصبح في الموعد المحدد فتأخر عن الطائرة فظن أنه خسر ما يريد وأن الموضوع انتهى وكانت خسارته عظيمة بدأ يندب حظه ويصيح ويتذمر من قضاء الله عز وجل لكن في آخر اليوم بتوصل الأخبار الطائرة اللي كان بده يطلع فيها سقطت في البحر ومات كل المتواجدين فيها والمسافرين في هذه اللحظة قال الحمد لله حمد الله عز وجل كثيرا إنها الطائرة فاتت ما لحكها على الرغم إنه في الصباح كان يدذمر ومش عاجب هذا الوضع سأذكر لكم قصة رمزية فيها عبر جبيلة يروى أن أحدهم كان مسافرا في البحر وفجأة حدثت عاصفة ودمرت سفينته ووجد نفسه على شاطئ جزيرة هذه الجزيرة مقطوعة ليس فيها من أحد سوى الوحوش والضباع بنا لنفسه كوخا صغيرا بعد عناء طويل يأوي إليه في الليل للنوم وبالنهار بروح باستاذ لكن في أحد الأيام رجع الرجل من الصيد ليجد أن هذا الكوخ الصغير احترق والدخوان بلش يطلع منه فجلس حزينا وقال لرب عز وجل يا رب أنت مستكثر علي هذا الكوخ ما بكف يا رب أنه غرقة سفينتي وكمان الحرك كوخي هو لم يرضى بقضاء الله عز وجل لكن شو اللي صار بعدها فما هي إلا سويعات قليلة حتى جاءت سفينة وأخذته وأنقذته سألهم كيف عرفتوا أني أنا موجود هون في هذه الجزيرة المقطوعة ومين دلكم على مكاني؟ قالوا له كنا مارين بالسفينة وشاهدين من بعيد شاهدنا دخان يتصاعد فعلمنا أن هناك من يطلب المساعدة فاتجهنا نحوه وذهبنا إليه وهناك وجدناك ياه كان هذا الرجل بفكر أنه انحرك الكوخ يعني هلاكه لكن طلع في الحقيقة هو نجاته عشان هيك قالوا إذا احترق كوخك فاعلم أن الله يريد أن ينقذك إياك أن تتذمر من قضاء الله عز وجل وتظن أن الله يريد أن يظلمك كن على ثقة بالله عز وجل فعندما تقول رضيت بالله ربا كن على قدها وثق بقضاء الله ولا تكن من اللي بيعمل غير ما بيقوله كبر مقتن عند الله أن تقول ما لا تفعلون هذا الشطر الأول ركزنا عليه أما الشطر الثاني وهو بالإسلام دينا فلابد أن ترضى بالإسلام وتؤمن بجميع أحكامه وتكون تشريعاته هذا الدين هي الحكم في كل حياتك يعني إنك تخلي الإسلام منهجك ويحدد سلوكك ويحكمك في كل صغير وكبير من تفاصيل حياتك فالإسلام لا بد من أن تسأل نفسك أين نحن من هذا الإسلام أخيرا نعلن من خلال هذا الدعاء والذكر أننا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله تعرف شو يعني هذا الحكيم تعرف شو يعني إنك أنت تكون رضيته بمحمد رسوله يعني لازم يكون قدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنك تحيي سنته يعني إنك تتبع سبيله يعني إنك ترفع رايته يعني إنك تلتزم بأوامره باختصار يعني انطبق قول الله سبحانه وتعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بعد كلها الشرح والتبيان والتوضيح ولا واحد فينا يترك هذا الدعاء يوميا في الصباح ولا في المساء يجعل في ورده أبدا وفي المساء أيضا لا تنساه كل ما تسمع الأذان لا تضيع الفرصة أردد هذا الدعاء واكسب مغفرة الله عز وجل ودخول الجنة والآن ردد معي بكل رضا وسعادة وثقة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ونسأل الله الرضا والمغفرة والجنة للجميع اللهم آمين اشتركوا في القناة